اشتركوا في القناة 2019 نهاية الاسبوع ونهاية الشهر انتهت نهاية حزينة انبارح بحادث حريق محطة مصر وطبعا البقاء لله في كل شهدائنا وتعزينا لعائلات الشهداء وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل ونحناش عارفين نقول ايه تاني لكن اكيد مصر مش هيزمها الارهاب واكيد مصر مش هيزمها الهمال لانه انبارح بيان النيابة العامة كان بيتكلم تحديدا عن الاسباب بيان رقم اثنين وتفاصيله قالت بيان رقم اثنين بشأن حادث اندلاع حريق باحد القطارات داخل محطة مصر بالقاهرة وقالت استكمالا التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث القطار محطة سكك حديد مصر ومدان الامسيس فقد تبين من التحقيقات ان الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث واثناء سيره متجها الى مكان التعزين تقابل مع الجرار رقم 2305 اثناء دورانه على خط مجاور عكس التجاه مما ادى الى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث فترك قائد الجرار الاخير كبينة القيادة دون ان يتخذ اجراءات ايقاف محرك الجرار وتوجه لمعدمة قائد الجرار الاخر الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما ادى الى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية فاستدم بالمصد الخرصاني بنهاية خط السير بداخل المحطة فاقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة عدد 20 شخصا مما انتصادف وجودهم بمنطقة الحادث بالنيران التي ادت الى احتراق اجسادهم وتفحمها من شدتها كما نتج عن الحادث اصابة عدد 28 شخصا تم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات الهلال والقبطي والسكر حديد ومهد ناصر والشبرى العام والحلمية العسكري ودار الشفاء وطبعا الى نهاية البيان وقد انتقلت الى موقع الحادث اللجنة المنتدبة بالنيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية لقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بكلية الفنية العسكرية لاجراء المعاينة والفحص اللازم واعداد تقرير فني عن اسباب وقوع الحادث والمتسبب فيه وما نتج عنه عن الحادث من تلافيات وطبعا رئيس الوزراء انتقل الى موقع الحادث ووزيرة الصحة واستقال وزير النقل زي ما حضراتكم سمعته في كل النشارات نتمنى انه يتم معالجة اسباب الحادث ده لانه اللي اهملت صعب جدا انه جوز كبير من اهلنا عدد كبير يروح بالشكل ده البقاء لله ولانه تمنى حدوث حادث بالشكل ده مرة تانية انا كان الحقيقة معايا فقرة تقريبا الشهر اللي فات كنا بنتكلم فيها عن خطة تطوير السكة الحديد الحقيقة فيه تطوير وكان فيه نقاش ان الممكن السكة الحديد ان هي تكون دون سائقين ان يكون قطار الكتروني ان هو يكون من غير سائق وده فعلا بيشتغلوا عليه وتحت يعني بيعملوا عليه اختبارات كتيرة جدا وفيه ضخ كمان ل 12 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد اكيد القطاع ده دلوقتي مهم جدا ان احنا نركز معاه اكتر والتطوير يتم بسرعة اكبر من اللي كان متفق عليها والحقيقة ايمان ان الفيديو اللي تم اختطاعه لسيط الرئيس تحديدا الفيديو طبعا تم اختطاعه وقطعه لازق اجزاءه في بعض لكن الحديث تحديدا في الحوار الاصلي كان عن نظام الاشارات المميكانة لنظام السكة الحديد وده حقيقة يتكلف رقم كبير جدا وتطوير السكة الحديد تتكلف رقم كبير جدا وزي ما سات الرئيس قال حوالي 100 مليار لكن المفترض ان احنا نحط ده كأولوية وان شاء الله الفترة اللي جاية نشوف حلول ده لانه السكة الحديد هي عصب النقل في كل دول العالم وكمان المفترض ان منتجاتنا كلها تتنقل على السكة الحديد وانه ما تتكررش حوادث بالشكل ده حتى لا يتم ازهاق ارواح مواطنين وطبعا زي ما بيانا يا بقال احنا في انتظار التحقيقات ونشوف الجزاءات هتتم ازاي لانه الرئيس كمان وجه بمعاقبة المسؤولين عن ده وانه كل مخطئ ومهمل ياخد جزاءه ونتمنى انه يبقى فيه تجديد على موضوع الاهمال ده لانه يعني شيء صعب المصرين كلهم ناموا مبارك وزي ما كان فيه مبارح حالة اهمال من الصائق كان فيه ايضا شفنا شجاعة طبعا من الناس اللي العاملين في محطة مصر من انقاذ للضحايا والمصابين وانه هما ما همهمش ارواحهم ما همهمش اي حاجة ونزلوا بامكانياتهم البسيطة قبل وصول عربيات طبعا المطافي وعربيات الاسعاف وحاولوا انه هما ينقذوا المصابين فطبعا احنا النهاردة بنشكرهم شكرا جزيلا وانه اكيد مصر كلها واهالي طبعا المصابين بيشكروهم هيكون معنا فقارات كتير طبعا كالعادة معاكم من 9 ال 11 صباحا على الهواء مباشرة هيكون عندنا فقرة النهاردة عن مشروع الف قائد افريق بري بجامعة القاهرة والمبادرة اللي اطلقها السيد الرئيس ابن الفتاح السيسي لتدريب وتأهيل 10 الاف شاب افريقيا يكون مشرفنا دكتور محمد علي نوفا العميد كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة النهاردة هيكون مشرفنا كمان في الستوديو الكتابة استامية ابو النصر عن كتابها 100 عام من النضال هنشوف معها النهاردة الكتاب وهنشوف 100 عام من نضال المرأة في مصر شكلهم ايه من اول ثورة 19 لحد النهاردة وعن الطرق التعامل مع الشخصية التي تتهرب من المسؤولية تكون مشرفانا استاذ هيبا سامي محاضر علوم التغيير واستشاري للعلاقات الانسانية النهاردة كمان هيكون معنا فقرة عن قانون مكافحة الجرامة الالكترونية يكون معنا دكتور سعيد ميديان استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة هنتكلم عن ازاي هي الجرامة الالكترونية وازاي نقدر ان احنا نكافحها تخليوا تلي فهاراتنا بعد الفاصل بالتمرين الرياضية مع كابتن شايماء قبيل وصبع الكيل ونهاركو زي الفل اللي مهضة نظر على كل شيء اشتركوا في القناة